اشتركوا في القناة 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 نبات نفسه سيكون لونه أصفر وبتديت ان انا ألون العيون والحواجب لان انا نسيت اقول لكم ان لها حواجب يعني شوفوا كميات التفاصيل واصلا ده كشكول يعني ابتديت ان انا ألون النبتة او الخضار او الورق الشجر بتاعها طبعا هو نصها أغمى من الثاني وبس كده هي خلصت وهلون الورق ده بالأزرق وطبعا هو ده أخر شكل وهو عن آخر الشكل وهو عباره عن نحلة مسكف وردة ودا الوقت عبدت ان انا أدخل بتدينيت ان انا ابسط الشكل لأكر ماخيرة احتمل ان انا أشوف name الوش بتاع النحلة أعباره عن دايرة والجناحين بتاعها و جسمها أضيف الرجول وأرسم الوردة أضيف الدايرة والدوائر الدايرة اللي جواهة الوردة والورق بتاعها أعمل البوت يعني أنا حسنا صغير كبرت شوية البوت اللي هو القاعدة اللي محدود فيها الوردة والايدين بتاع النحلة طبعا فيه ايد للوردة وفيه ايد للنحلة المهم مستغربوش اللي هما اليدين اللي فوق بعض دوب بتدس ان انا ألون بالفعل النحلة باللون الأصفر والجناحين بتاعها باللون الأزرق وبس كده الفيديو خلص يعني لو انت لسه جديد في القناة فاشترك وصدقني مش بتندم ان دي قناة بتقدم محتوى رسمة و ان شاء الله نحاول نطور في المحتوى اكتر واكتر ولو عجبك الفيديو تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد من عندنا وتقولي في الكومنتات على افكار تانية نعملها لكم علشان تمام واللايك مضح وكل حاجة بس انا عايز افكار علشان اعملها لكم طبعا نسيت اقول لكم ان فيه فريم بالورود وبالنور الاسود زي من شايفين كده والفيديو كده خلاص خلص فاقولولي رأيكم في الكومنتات وسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة